سأجد وقتاً لها للإجابة عليها لكنني أقف عند هذين السؤالين السؤال الأول ما هي أصيغة الأفضل والأصح عند الصلاة على النبي وآله في الروايات وهل يجوز إلحاق عبارة وأصحابه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان الصيغة واضحة ومعروفة جداً إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة وهي كثيرة جداً فإن الأئمة حين يذكرون النبي يقولون صلى الله عليه وآله آلاف مؤلفة من الروايات والأحاديث في بعض الأحيان يضيفون وسلم ولكن الصيغة الغالبة التي يستعملها أئمتنا عند ذكرهم للنبي يقولون صلى الله عليه وآله ولا يستعملون حرف الجر على ما يقولون وعلى آله يقولون صلى الله عليه وآله هذه الصيغة الشائعة الواردة والثابتة عن أئمتنا المعصومين أي كتاب من كتب الحديث الآن خذوا افتحوا ستجدون عند كل رواية إن كانت الرواية جواباً على سؤال أو كانت الرواية ابتداءاً من الإمام فإذا ما ذكر النبي فإنه هكذا يقول صلى الله عليه وآله في حالات أقل يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الحكمة من ذلك الحكمة لأن الأئمة يريدون أن يشعرون بأن معنى وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أن المراد من التسليم هنا ليس التحية والسلام وإنما هذا يراد ثانوياً وسلموا تسليما من التسليم الخضوع والإنقياد وطاعة إني سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك لذا في الأعم الأغلب الأئمة حين يذكرون النبي يقولون صلى الله عليه وآله وفي حالات أقل يقولون صلى الله عليه وآله وسلم والأمر هو هو حينما يبدأون خطبة من الخطب أو يبدأون حديثاً طويلاً مفصلاً فإنهم بعد التحميد يصلون على النبي وعلى عترته الطاهرة وأما في الأدعية فالأمر واضح جداً نعم هناك في بعض الأدعية صلوات على صحابة النبي على صحابة الأئمة ولكن هذا يؤخذ بسياقه في حدود هذا الدعاء إذا ما ذهبنا إلى الصحيفة السجادية مثلاً هناك دعاء للصلاة على النبي ودعاء للصلاة على الأنبياء والمرسلين ودعاء للصلاة على الملائكة ودعاء للصلاة على أصحاب النبي المخلصين هذه أدعية تؤخذ في سياقها أما الصيغة التي هي شعار فهي واضحة اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا هو الشعار الذي يتردد على مستوى الأذكار القصيرة أو على مستوى الصلوات المفروضة أو النوافل المندوبة أو على مستوى الأدعية والتوسلات هذه الصيغة المعروفة اللهم صلي على محمد وآل محمد حتى هذه الإضافات وعجل فرجهم ولعن أعداءهم هذه وردت في بعض الأدعية وإلا الصيغة المترددة بشكل واضح في روايات وأحاديث أهل البيت وفي أدعيتهم اللهم صلي على محمد وآل محمد وهذه العبارة لها خصوصيتها المعنوية لبرنامج عنوانه الذكر الأكبر قدمته على قناة الأنوار الفضائية في السنوات الماضية يتحدث عن هذه العبارة فقط اللهم صلي على محمد وآل محمد لأن هذه العبارة تشكل بناء لغويا ومعنويا متكاملا نعم هذه الإضافات إضافات حسنة أن نقول وعجل فرجهم فإننا قد أمرنا بالدعاء بتعجيل الفرج ولكن هذه عبارة مضافة ولعن عدوهم ولعن أعداءهم هذه عبارات مضافة من أفضل الذكر الدعاء بتعجيل الفرج أو الدعاء بلعن أعداء العترة الطاهرة هذا شيء حسن شيء مطلوب لكن النص الأصل هو هذا فقط اللهم صل على محمد وآل محمد هذا هو النص الأصل هذا هو الشعار الأصل لأن هذه العبارة مثل ما قلت قبل قليل تمثل بناء لغويا ومعنويا كاملا وهذه العبارة بمثابة شفرة والشفرة لا تستطيع أن تحذف منها أو أن تضيف عليها هذه العبارة كود الكود لا تستطيع أن تعبث به بالضبط هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد حتى عبارة صلى الله على محمد وآل محمد نعم ولكن هذا هو الكود الكود هو هذا صلى الله على رسول الله وآل رسول الله هذه عبارات كلها صحيحة لكن الكود هو هذا اللهم صل على محمد وآل محمد الكود والشفرة لا يستطيع أحد أن يحذف منه أو أن يضيف إليه ولذلك في الروايات التي تتحدث عن طلب الحاجات أو عن توجه الإنسان بالدعاء أن يبدأ بهذه الصيغة اللهم صل على محمد وآل محمد أن يختتم بهذه الصيغة لأن هذه هي الشفرة الكود هو هنا نعم فلنضف إليها وعجل فرجهم ولكن هذا ليس من أصل الشفرة الشفرة الأصلية هذه اللهم صل على محمد وآل محمد هل يجوز الحاق عبارة وأصحابه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إذا كان الحديث عن أصل الجواز الحاق عبارة بهذه العبارة لا على سبيل التشريع لا على سبيل إيجاد حكم شرعي لا على سبيل إيجاد سنة من السنان مجرد إلحاق يجوز لمجرد الإلحاق يجوز أما إذا أريد من هذا أن يتخذ سنة أو أن يكون حكما قطعا هذا لا يجوز لأن هذا يخالف لا أقول مئات آلاف من النصوص آلاف كم عندنا من الروايات والأحاديث في كل مرة المعصوم يقول صلى الله عليه وآله أنت تخالف هذا الكم الهائل من النصوص حين تلحق هذه العبارات إذا كان السؤال عن أصل الجواز يجوز يجوز أن نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وصلي علينا وصلي على أصحابه المنتجمين وصلي على الملائكة المقرمين وصلي على الأنبياء والمرسلين وصلي على كل من آمن بمحمد وآل محمد يمكن أن نضيف هذه العبارات ولكن لا بنحو التشريع لا بنحو إيجاد سنة من السنة ولا بنحو أن نكون مقلدين للذين يخالفون العترة الطاهرة لا يجوز ذلك أما إذا كان الكلام مجرد إلحاق بشكل عام يجوز لكن إذا كان السؤال عن أولئك الذين يشكلون رموزا للتشيع ويقولون هذا في خطاباتهم وفي بياناتهم وفي أحاديثهم بالنحو الذي يريدون أن يتجاوزوا على ما جاء عن المعصومين من سيرتهم فهذا الأمر قطعا لا يجوز لا يجوز بأي وجه من الوجوه لأن سيرة المعصومين واضحة إن كان ذلك في خطبهم أو كان ذلك في أحاديثهم أو كان ذلك في زياراتهم الشريفة إنهم حين يصلون على النبي يصلون على النبي وآله فقط ترجمة نانسي قنقر